كما التقى سموه لواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مسشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في العاصمة البريطانية لندن معالي السيد ناظم الزهاوي وزير التعليم بالمملكة المتحدة وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وجرى بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية من خلال تبادل أفضل الممارسات التعليمية الحديثة ودراسة أحدث الأنظمة والاستفادة من الخبرات والتجارب الخاصة وسبل تطويرها وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين من جانبه رحب معالي السيد ناظم الزهاوي وزير التعليم بالمملكة المتحدة بزيارة سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مؤكدا أهمية تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الذين يرتبطان بعلاقات راسخة كما أشاد بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مختلف المجالات بقيادة جلالة الملك المفدى مؤكدا على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين حضر اللقاء معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر